موسيقى موسيقى عزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى البرنامج الإخبار المسائي هذا اليوم والذي يأتيكم كل يوم من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى السابعة والنصف مساء في بث حي ومباشر ومع العنوين لهذا اليوم الدم ينزف بلا توقف في البلدات العربية 12 قطيلا خلال 24 يوما وعشرات الجرحى في مختلف البلدات العربية يوم الجمعة بعد صلاة الظهر قتل الشاب محمد ناصر إغبارية من أم الفحم بالتزامن مع مظاهرة جرت احتجاجا على تفاقم أعمال العنف والجريمة في المدينة واليوم الأحد قتل القياد في الحركة الإسلامية في يافا الشيخ محمد أبو نجم رميا بالنار الجرائم تحول الحياة في المجتمع العربي إلى جحيم لا يطاق ورئيس بلدية أم الفحم ورئيس مجلس عرعراء يقدمان استقالتهما لمدة شهر احتجاجا على تفاقم العنف والجريمة وتقاعس الشرطة فهل يحذو رؤساء آخرون حذوهم؟ قناة هلا تسلط الضوء بعد الإعلان عن هدنة في طرعان الشرطة تداهم القرية بقوات كبيرة وتعتقل 145 شخصا مخاوف من نشوء طفرة إسرائيلية للكورونا عصية على اللقاح وتقرير لشعبة الاستخبارات يؤكد لم يعد بالإمكان وقف انتشار التفرر بريطانية في البلاد انطلاق حملة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية في البلاد أبناء السادسة عشر وحتى الثامنة عشر عاما وتوصية بتطعيم النساء الحوامل بعد الكشف عن ست سيدات حوامل بحالة صعبة في مستشفيات البلاد مصابات بالتفرة البريطانية الحكومة تصادق على إغلاق مطار بن جوريون ابتداء من منتصف الليل غدا الاثنين وحتى نهاية الشهر الجاري حالة تأهب سياسي مع اقتراب موعد تقديم القوائم الانتخابية فيما تراوح الخلافات والسجالات بين مركبات القائمة المشتركة مكانها رئيس لجنة المتابعة محمد بركي يدعو الأحزاب الأربعة إلى اجتماع في بيته فهل ينجح برأب الصدق؟ قناة هلا تسلط الدو حزب التجمع ينتخب قائمة مرشحيه لانتخابات الكنيسة سامي أبو شحادي في رأس القائمة متفوقا على دكتور امطانس شحادي وبحث جديد يطرح أدوات حديثة للتجديد الحضري في البلدات العربية من شأنها أن توفر مساحات عامة وتحسن البناء التحتية وتطور حلولا سكنية للأزواج الشابة قناة هلا تسلط الدو إلى هنا العنوين ونبدأ شارك جمهور كبير من أهالي مدينة أم الفحم ومن خارجها مساء هذا اليوم بتشيع جثمان الشاب محمد غبارية الذي لقي مصرعه يوم الجمعة الأخير جراء تعرضه لإطلاق نار أمام بيته بعد وقت قصير من مشاركته بصلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة البلدية احتجاجا على العنف والجريمة كما شهدت مدينة يافا اليوم مقتل القياد في الحركة الإسلامية الشيخ محمد أبو نجم رميا بالنار في وضح النهار وقد عم اليوم الإدراب الشامل مختلف المرافق في مدينة أم الفحم احتجاجا على جرائم القتل عامة وجريمة القتل الأخيرة التي وقعت بعد صلاة الجمعة الأخيرة تزامنا مع مظاهرات احتجاجية ضد الجرائم والعنف والتي راح دحيتها الشاب محمد ناصر إغبارية دعونا نشاهد معا فيديو يوثق اللحظات الأولى بعد جريمة القتل من أبام بيت القتل وعلى صعيد متصل أعلن رئيسة بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد ورئيس مجلس عارة عرعرة مدر يونس يوم الجمعة الأخير استقالتهما لمدة شهر مع إمكانية تمديدها احتجاجا على العنف والجريمة وطواطئ الشرطة على حد قولهما واشترط الدكتور محميد ويونس العودة عن الاستقالة بإقرار خطة شاملة وواضحة لمشكلة العنف والجرائم والكشف عن المتورطين في الجرائم الأخيرة على الأقل وتقديمهم للمحاكمة دعونا نستمع ونشاهد مكتطفات من تصريحات رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير صبحي محميد عقب الإعلان عن استقالته أنا اليوم حس كرئيس بلدية إنه دولة إسرائيل ودتني أنا اليوم أنا كرئيس السلطة فش عندي أياتة وسائل مشان أقدر أحارب الوسائل موجودة بالشرطة موجودة عند دولة إسرائيل الشرطة مش كايمة بوجبها الدولة مش منطيتني الوسائل مشان أقدر أكون بواجباتي لذلك تفضلوا خذوا للمهام انتوا واجهوا المواطن اليوم أنا كمفروض أواجه عائلة القطيل طلع أنا فهمهم أنا معهم واجعهم واجعي فهم كيف وبنفس الوقت أنا مهاجم أنا فاهم أنا فاهم إنه نابع الأمر ولكن ولكن بنفس الوقت دولة إسرائيل تأخذ مسؤولياتها على كل ويفيد مراسلوا قناة هلالفضائية أن 12 شخصا قتلوا منذ بداية الشهل الجاري في جرائم قتل هزت المجتمع العربي الغارك في بحر لا ينتهي من الدم ومن وباء العنف ننتقل إلى وباء الكورونا إذ حذر تقرير رسمي صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان أمس السبت من تطور طفرة إسرائيلية محلية لفيروس كورونا وأفاد التقرير بأن الطفرة الإسرائيلية الجديدة للفيروس قد تنتشر بسرعة كبيرة واعتبر التقرير أن الأوانة قد فات لوقف انتشار الطفرة أو السلالة البريطانية في إسرائيل التي تغلغلت بشكل كبير وأوصى التقرير بالعمل على ضرورة إعادة عزل جميع العائدين من الخارج حتى إن كانوا قد تعافوا من الكورونا أو تم تطعيمهم وفي السياق ذاته صادقت الحكومة قبل قليل على وقف الرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل والمنطلقة منها والمنطلقة منها ابتداء منتصف الليل يوم غد الاثنين وحتى نهاية الشهر الجاري بهدف منع دخول مزيد من سلالات فيروس كورونا إلى البلاد من ناحية أخرى وعلى ضوء الزيادة التي حدثت في الأسبوع الأخيرة في معدلات الإصابات الخطيرة في أوصات النساء الحوامل في البلاد بدأت وزارة الصحة في أخذ عينات من سيدات حوامل اللواتي يمكثن في المستشفى حالياً واتضح بأن ست سيدات حوامل في حالة خطيرة مصابات بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا وفيما يواصل المجتمع العربي مساعيه لمحاربة الوباءين الفتاكين وباء الجريمة ووباء الكورونا لا زالت الخلافات بين مركبات القائمة المشتركة تراوح مكانها إذ تواصل الأحزاب الأربعة تراشق الاتهامات والسجالات السياسية فيما بينها فيما يحاول رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركي جسر الهوة من خلال دعوة المركبات الأربعة إلى اجتماع في بيته وبينما تستعد الأحزاب المختلفة لتقديم قوائمها الانتخابية خلال الأسبوع القادم أجرى حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمس السبت انتخابات داخلية فاز فيها النائب سامي أبو شحادي برئاسة قائمة التجمع لانتخابات الكنيسة المقبلة متغلبا على منافسه رئيس القائمة الحالي الدكتور إمطانس شحادي وحصل أبو شحادي على 230 صوتا مقابل 159 صوتا لصالح الدكتور إمطانس شحادي وتشمل قائمة التجمع الانتخابية في الأماكن الخمسة الأولى سامي أبو شحادي تليه هبا يزبك ثم جمعة الزبارقة يليه إياد رابي وفي المكان الخامس محاسن قيس من ناحية أخرى استدعى حزب العمل اليوم الأحد حوالي 37 ألف عضو من الحزب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد له في ظل انتخابات الكنيسة المقبلة المكررة إجراؤها في 23 مارس أذار المقبل وبحسب استطلاعات الرأي لن يتجاوز حزب العمل عتبة الحسم إذا أجريت الانتخابات اليوم كما هو الحال بالنسبة لحزب تيلم برئاسة عدو الكنيسة بوغي يعلون وحزب تنفا برئاسة عفر شيلح وحزب عثماء يهوديت برئاسة إتمار بنكفير والحزب الاقتصادي برئاسة يرون زريخة وللحديث حول آخر المستجدات على الحلبة السياسية الحزبية ينضم إلينا في الاستوديو الآن في بث حي ومباشر الدكتور وائل كريم من كفر كنة والذي تم إدراجه في المكان الثامن في قائمة الحزب الاقتصادي برئاسة البروفيسور يرون زريخة بسر الخير فيك أهلا وسهلا دكتور وائل حسب استطلاعات الرأي الحزب اللي انت مرشح فيه في المكان الثامن وهو الحزب الاقتصادي حزب للبروفيسور زريخة لن يجتاز نسبة الحسم هناك من يتهمكم أنتم في الحزب حرق الأصوات كيف ترد وأنت مرشح في هذه القائمة على من يقول بينكم قائمة لحرق الأصوات طبعا أولا نحن بعيدون جدا أن نكون قائمة لحرق الأصوات لأننا أقرب قائمة على نسبة الحسم حسب كل الإصطلاعات حتى الآن قبل أن نبدأ بالحملة الانتخابية نحن الآن نتحدث عن الإصطلاعات بغالبيتها كانت تعطينا 2 فارزة 7 بنوعا أي أننا قريبون جدا من نسبة الحسم في هذه المرحلة دون أن نبدأ بالمرحلة أو بالحملة الانتخابية هذا أولا ثانيا نحن الآن نعلم بأن التركيبة الموجودة في داخل هذا الحزب هي أفضل تركيبة موجودة في كل الأحزاب الموجودة في الانتخابات الحالية في إسرائيل من أي ناحية؟ أولا نحن نتحدث عن رجال مهنيون في جميع مجالاتهم إن كان في المجال الاقتصادي بروفسور يارون زليخة وأنا على المستوى المعرفة الاقتصادية على المستوى ما يجري في داخل دولة إسرائيل وأيضا على المستوى التنفيبي يعني بروفسور يارون زليخة كان هو المحاسب الرئيسي في وزارة المالية مع بيبي نتنياهو في الحقبة التي كان فيها بيبي نتنياهو وزير المالية وهم استطاعوا أن يحدثوا ثورة في الاقتصاد في الدولة ولكن طبعا بعد أن تغير تصرف بيبي نتنياهو اضطر يارون زليخة أن يستقيل وذهب إلى أعماله حتى الآن والآن نحن نتحدث أيضا عن مختصون في مجال الطب في مجال العمل الاجتماعي زميلي بروفسور عليان القرناوي الذي هو في المكان الرابع في هذا الحزب هو بروفسور في العمل الاجتماعي وهو صاحب اسم عالمي في هذا المجال اسمه كان مطروح إمكانية أن يشغل منصب وزير في الدورة السابقة والآن هو موجود في المكان الرابع أنا أخليت هذا المكان لصالح بروفسور قرناوي لأني أعتقد أن أولا بروفسور قرناوي هو إنسان جدير جدا وهو يستطيع أن يكون زيادة نوعية في مجال عمله هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لأني أعتقد أنه أنا وبروفسور زليخة إذا ما كان بروفسور زليخة قد ينجح في هذا الحزب الهدف الأساسي هو أن يكون بروفسور زليخة هو وزير المالية في الحكومة المقبلة وإذا ما كان هو وزير المالية سوف أكون أنا معه شريك في إدارة وزارة المالية بمنصب رفيع جدا ولذلك من خلال ذلك نستطيع أن نغير في المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية بدون ذلك يعني أعضاء كنزة يأتون ويذهبون كثيرون ممن يحاولون بشطة طرق أن يؤثروا على السياسة المحلية وأنا أتعلم بأن السياسة إذا لم تكن مدعومة من وزارة المالية ومن الميزانيات هذا يعني كلام بالهواء ووزارة المالية هي الهدف هدفنا الأساسي وأنا أعتقد بأن هذا هو المجال الأساسي والوحيد من خلاله يمكن أن نغير الخارطة الاقتصادية الاجتماعية في داخل دولة إسرائيل وأن نرفع من منسوب التداخل العربي في صناعة القرار ومن خلال ذلك يمكن أن نغير الواقع الموجود إن كان على مستوى العنف الذي تحدثت عنه يعني نحن الآن في صدد إقامة برنامج وخطة عمل يشترك فيها بروفوسور في العلم الاجتماع بروفوسور الجرناوي دكتور في الاقتصاد بروفوسور في الاقتصاد بروفوسور في العلوم السياسية والقانون كل هؤلاء هذه مهنتهم العنف يتكون من ثلاث أساس الأساس الأول هو الاقتصادي عندما يكون هناك فقر هناك عنف هذا يعني هناك علاقة ترضية واضحة هذا أولا ثانيا الموضوع التربوي والموضوع التركيبة الاجتماعية للمجتمع هذا الموضوع بحاجة إلى تفعيل الكثير من الأطر التربوية التي تستطيع أن تستقطب شبابنا وتخرجهم من دائرة العنف الموضوع الثالث والمهم هو موضوع القانوني وموضوع الشرطي يجب أن نفعل موضوع القانوني بحيث يكون هناك حد أدنى من العقوبة لمن يحمل السلاح لمن يكون متورط في مثل هذه الأعمال إذا ما كان هناك حدود أدنى عندها كل هذه الصلحات التي تحصل في بعض البلدان التي من خلالها يعني يعرف الشاب أنه يستطيع أن يفعل ما يريد وبالتالي يعني الصلحة تقدم إلى المحكمة وتقدم إلى الشرطة وبالتالي يعني الموضوع ينتهي هذا الموضوع يجب أن ننهيه تماما من يفعل شيء يجب أن يدفع ثمنه ويجب أن يكون الثمن باهظ كي لا يعود على نفسه دكتور وائل كريم أنت يعني خبير في الاقتصاد ويبدو أنه لديك خطة يعني ستعمل عليها فيما لو وصلت إلى الكنيسة لماذا لم تختار يعني حزبا آخر يكون دخوله إلى الكنيسة مضمون لماذا بدات هذا الحزب نعم أولا يعني أنا عرض علي أن أكون في أحزاب أخرى في أماكن مضمونة والسؤال هو هل أنا سوف أكون عضو كنيسة لا يستطيع أن يفعل شيء أو أن يكون يعني إنسان مؤثر في وظيفة أخرى أنا بعد كل الحسابات وبعد كل التفكير وتمحص في هذا المجال وصلت إلى قناعة بأن الإمكانية لتغيير الواقع هو من خلال وزارة المالية تعال ننظر إلى المشتركة هل يمكن المشتركة أن تدخل المالية يعني هذا موضوع يعني إمكانية يمكن أن تشابه سفر طبيعي أنه إمكانيات دخول المشتركة إلى وزارة المالية هي يعني تكاد تكون معدومة هذا أولا ثانيا تعال ننظر إلى الأحزاب الأخرى لبيد لبيد يعني آراءه بكل ما يتعلق بالعرب واندماجهم في الدولة يعني الكل يعرف ولكن هو صرح يعني الأسبوع الماضي قال أنه ليس لدي مشكلة مع الجلوس نعم ولكن لبيد ينجر وراء ما يقوله ببي نتنياهو عندما قال في المرة السابقة ببي نتنياهو أنهم يريدون أن يذهبوا مع العرب طبعا الكل يعني هربوا من العرب الآن عندما يتقرب هو من العرب هم يتقربوا من العرب هذا شيء مستهجن يدل على أن هؤلاء نحن نرى أن عدة حزاب يهودية يعني تضع مرشحين عرب في قوائمها على الأقل في العشر الأوائل برأيك دفع بأسماء عربية أسماء مرشحين عرب من شأنها أن يساهم بحل قضايا المجتمع العربي طبعا بالضرورة يعني انظر ما يجري على مستوى حزبنا حزب الاقتصادي حزب الاقتصادي ينظر إلى العرب كمكون أساسي في الاقتصاد أولا قبل الأمور الأخرى والأمور السياسية وما لذلك أولا نحن مكون أساسي في الاقتصاد الإسرائيلي عدم الاستثمار في المجتمع العربي يؤدي إلى مشكلتين المشكلة الأولى أن هذا المجتمع قابع فيه تحت خط الفقر وكونه في هذا المكان يؤدي بالتالي إلى خسارة الناتج القوي الذي يمكن أن ينتجه يعني الإنسان غير منتج إن كان رجل أو مرأة بالتالي من يخسر هو الاقتصاد ككل وبالتالي هذا الإنسان بروفيسور يران سريخة يقول وبشكل واضح كيف يمكن أن نقبل أن معدل الناتج القومي للفرد في المجتمع العربي هو 12 ألف دولار بينما في المجتمع العام أو في المعدل العام هو 38 ألف دولار أي هذا يعني أن هناك قسم في هذا المصنع الكامل الذي هو الاقتصاد الإسرائيلي الذي لا يعمل بشكل ناجع يعني هل يعقل أن تخسر الدولة معدل ناتج قومي سنوي 30 مليار شكل سنويا يعني أنا أسألك سؤال بسيط أنا أقترع عليك مشروع استثمر 100 مليار شكل تحصل على 30 مليار شكل كل سنة يعني أنا أنت خلال ثلاث سنوات ترجع الاستثمار وبعدين طبعا الربح فهل هذا مشروع يعقل أن تقوم الدولة برفضه؟ يعني هذا موضوع يجب أن يتغير المفهوم الاقتصادي في هذه الدولة وأنا لا تكلم فقط عن العرب هناك أيضا مجتمعات أخرى مسحوقة في دولة إسرائيل ويجب أن نستثمر فيها انظر إلى موضوع التربية والتعليم موضوع التربية والتعليم عندما نريد أن نحارب العنف يجب أن نوجد أماكن تستطيع أن تستقطب الطاقات الشبابية الموجودة عنها لماذا 24 ألف طالب عربي فلسطيني من الداخل يتعلمون في شق أوروبا وفي الأردن وفي الضفة وفي أماكن أخرى تقسل تعليم أكاديمي تعليم الأكاديمي لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك أماكن كافية في داخل دولة إسرائيل كيف يعقل دولة تتفاخر بأنها قسم الأي سي دي ليس لديها أماكن تستطيع أن تستقطب طلابها يعني هذا يعقل هذا الموضوع لذلك يجب أن تقام هناك جامعات أخرى وجامعات في داخل المجتمع العربي تستطيع أن تستقطب هذه الإمكانات الموجودة وبالتالي نستطيع أن نرجع من الناتج القومي يعني يدفع العرب في السنة ما لا يقل عن مليارد ونصف شكل سنويا درائب لا مدفوعات لتمويل طلابهم في شرق أوروبا وفي أماكن أخرى يعني هذه مواند تخرج من هنا إلى الخارج وكان يمكن أن تبقى لديها يعني من يخسر الدولة والمجتمع الآن السؤال التالي البروفيسور زليخة صرح بأنه ليست لديه مشكلة بأن يجلس في أي حكومة ما عاد حكومة يرأسها رئيس حكومة أو شخص لديه لوائح اتهام موجهة ضده وهو يقصد بذلك من يمين نتنياهو هل هذا يقودني السؤال هل أنت مستعد للجلوس في حكومة يرأسها قدع ساعر أو نفتالي بنيت اللي لديهم مواقف أو رائع يمينية أكثر من نتنياهو طبعا أنا أعلم أن هناك مشكلة في البديل الموجود لبيب نتنياهو الآن وهذا شيء على أرض الواقع هذا واقع لا يمكن أن نهرب منه هذا هو الواقع الموجود هل سوف نتعامل معه أو سوف نجلس على الحياد ويعني لا ندخل الحلوة السياسية هذا السؤال الجواب البسيط والمتواضع إن نظرنا إلى تصرف الأقليات في كل مكان في العالم عندما تأتي إلى الحلبة السياسية يجب أن تكون شريكة في الحلبة السياسية الشراكة هي أن تأتي وتقول أنا موجود أنا قسم من صناعة القرار ويجب أن يدخل في صناعة القرار الآن هذا الحزب يعني حط على سلم أولوياته الأمور الاقتصادية والاجتماعية هذه الأمور الأساسية الأمور الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن نتفق مع نفتالي بنته ومع قد عن سعر في هذه المرحلة وعندما نبني مجتمع قوي اقتصاديا واجتماعيا ونحارب الظواهر التي تأكل المجتمع من الداخل عندها نبدأ بالتفكير بالأمور السياسية الأخرى التي نتفق فيها جميعا بأن الوضع السياسي الموجود لا يمكن أن يبقى على شكلته يجب أن يتغير ويجب أن نبدأ بمرحلة أخرى من محادثات سلام من تغيير الواقع السياسي في المنطقة وإقامة دولة دولة فلسطينية وهذا موضوع لا يخفى على أحد يعني مبدأ حل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين مع السلطة الوطنية الفلسطينية هو أمر مكبول على المرشحين في حزبه طبعا بالضرورة المرشحين في هذا الحزب يعني على فكرة الشيء اللي يميز هذا الحزب أولا أنه يعني يحوي بداخله ناس مهنيين قسم منهن يعني يساريين جدا وقسم منهن مركز بأفكارهم ولذلك نحن يجب أن نفهم العرب في الداخل نحن لا نتحارب مع اليمين نحن نريد أن نصل إلى تفاهمات مع المجتمع الإسرائيلي بكل أطيافه وبالتالي إذا ما وصلنا إلى هذه التفاهمات يمكن أن نوجد حالة من الشراكة العربية اليهودية التي يمكن أن تحل مشاكل أما إذا قلت أنا ضد اليميني كونه يميني وطبعا هذا يعني بأنه لا أشاركه بأي شيء إذن اليميني الآن هو المسيطر يعني تصريحاتك هذه تتوافق نوعا ما مع تصريحات الدكتور منصور عباس نوعا ما يعني الدكتور منصور عباس يعني ارتأى ما ارتأى في التعامل مع بيبي نتنياهو أولا تعامل مع بيبي نتنياهو بالنسبة لي مرفوض يعني جملة مبدئيا مبدئيا لأن بيبي نتنياهو بسبب شخصه أو بسبب لوائح الاتهام ويقعلي في هذا الإنسان وهذا هو الموضوع الثاني أني لا يمكن أن تدخل في السياسة مع إنسان مسبقا تعلم بأنه سوف يغشك أو سوف ينقلب عليك فكيف يمكن أن تبدأ بحوار معه سياسي من خلاله يمكن أن تقلب بالموازين ولكن المبدأ بالتعامل مع اليمين ومع اليسار هذا مبدأ يعني غير مرفوض من ناحيتي يعني يجب أن نفهم بأن الأساس الآن المجتمع يقتل في الشوارع مجتمع فقير 20 ألف مصلحة عربية أغلقت في خلال الكورونا يا جماعة إحنا ما يعني مش موجودين بمرحلة الرفاه الرفاهية والرخاء ولا اليوم نتدلل تعرف شو هذا بتديش أتعامل معه وهذا بتتعامل معه لا إحنا بوضع سيء جدا هذه الحالة التوارئ يجب أن نفهم الرسول صلى الله عليه وسلم عمل صلح الحديبية يعني اصطلح حتى ولو كان يعلم أنه في المستقبل سوف ينتصر عليهم ولكن عمل صلح الذي في هذا الصلح كان فيه شحاف بحق المسلمين ولكن رأى في ذاك التاريخ بأن هذه المرحلة يجب أن تقتضي أن يكون هناك تنازل من قبل وهذا مثال مهم جدا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هل يمكن أن تتحالفوا مع أحزاب أخرى ونحن على أتبة يعني الموعد النهائي لتكديم القوائم الأسبوع القادم يعني حتى الآن يعني المبدأ هو لا يعني المبدأ أننا لا نريد تريدون الذهاب حتى النهاية لوحدكم طبعا يعني نحن لدينا ثقة كاملة بأننا سوف نعبر نسبة الحزب المهم جدا أن نحافظ على أن يكون هذا الحزب هو حزب مهني اقتصادي اجتماعي فقط بدون أن يكون هناك تبعات سياسية مختلفة أخرى وأن يتهمنا هذا وذاك أننا يمين وأننا يسار هل يشبه هذا الحزب بحزب وزير المالية السابق موشي كحلون طبعا إلى حد معين موشي كحلون هو إنسان ذهب إلى هذا المسار بشكل واضح وصريح ومباشر واحدة إصلاحات واحدة إصلاحات نعم صحيح أنا لا أستطيع أن أقول غير ذلك ولكن انظر أن كحلون جاء بخطة معينة طبعا في بعض الأمور نجح فيها في بعض الأمور لم ينجح فيها ولكن كان هدفه واضح الآن تأتي إلى إنسان كان في داخل وزارة المالية كمحاسب رئيسي أولا بروفسور في الاقتصاد إنسان معروف على مستوى نقاء وصراحته بالأمور يقول بشكل واضح وصريح أنا أريد أن أحارب الاحتكار المحتكرين والشركات الكبرى الآن عمليا تحاول بكل قواها أن تحارب هذا الحزب وأن نحن نعلم ذلك نحن نشعر ذلك حتى مع وسائل الإعلام التي هي إلى حد معين هناك سيطرة لبعض من هؤلاء عليها لذلك نحن نعلم أن هناك حرب طاحنة كبيرة جدا بيننا وبينهم ولذلك نحن مستمرون نحن لا نريد أن ندخل بأي شراكة مع أي أحد يمكن أن يكون بتواصل معين أو بتمويل معين مع طرف من هذه الأطراف وبالتالي طبعا نخسر البوصلة البوصلة الأساسية التي نحن ذاهبون إليها بكل قوة هي أن نغير الخارطة الاقتصادية وقوانين اللعبة في داخل إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي في مستويات نمو مرتفعة ولكن هناك فقراء نحن في تقطب اجتماعي رهيب بين طبقة 2% من المجتمع الإسرائيلي مسيطر على 98% من الإقتصاد الإسرائيلي هل في بينهم هذا الـ 2% عرب؟ طبعا لا من يسيطر على هذه الدولة 2% التي يسمى بالعائلات الغنية و2% التي يسموها النعريا المستوطنين الذين يحاولون شد الخارطة السياسية نحو اليمين بأقصى قوتهم هؤلاء 2% و2% هم المسيطرون على إسرائيل من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية وبالتالي نحن عمليا رهائن لديهم كيف يمكن أن نقبل أن نكون رهائن لـ 2% من العائلات الإسرائيلية و2% من المستوطنين هذا هو الوضع الذي يجب أن يتغير في إسرائيل دكتور ويل كريم قبل أن تنضم إلى هذا الحزب برئاسة البروفيسور زريخة هل فكرت يوما بالاندمام إلى أحد الأحزاب العربية المركبة للقائمة المشتركة أولا الأحزاب العربية أنا أحترمها جدا يعني أخواني في نضالهم في أسلوبهم في طريقتهم يحاولون بأقصى قوتهم أن يغيروا الواقع الذي نعيش فيه ولكن على أرض الواقع النتيجة كانت أن القائمة المشتركة لم تستطع أن تصل إلى السقف الأدنى المطلوب منها حتى الآن والسبب ليس أن القائمين عليها هم ناس غير وطنيين لا ولكن التركيبة والأسلوب هو أسلوب غير صحيح لا يمكن أن تمتاز عن الآخرين وأن تخرج عن إمكانية المشاركة وتقول أنا عربي إذن أنا أبقى عربي وأنا أمام اليهود بمواجهة لا يجب أن نفهم أن المشاركة هي الإمكانية الوحيدة التي من خلالها يمكن أن نصل إلى قواسم مشتركة يعني بالطيبة هناك من يعانون من الفقر وبأفكين فيه هناك من يعانون من الفقر وبكريات من الأخي فيه ناس بعانوا من الفقر وبمعلوت فيه ناس بعانوا من الفقر هل لم نستطع أن نجد هذه القواسم المشتركة كي نذهب إلى حوار مباشر ونضال مشترك يعني إذا ما كان هناك نضال مشترك بين قوى يهودية وقوى عربية بالضرورة أقوى بكثير من أن تكون النضال فقط لقوى عربية هذا شيء مفهوم على مستوى السياسة في العالم يعني ألا قلية انظر ماذا مشاركة في الولايات المتحدة لو أوباما أقام حزب للسود كان ممكن أوباما يصير رئيس الولايات المتحدة لا ولكن هو دخل في داخل الحزب الديمقراطي ووجد شراكي مع قوى مختلفة وهناك أيضا من الدمقراطيين الذين يمكن أن يكونوا يمينيين بتصرفين ولكن هذا لم يعني يمنع أوباما أن يدخل في الدمقراطيين ويحاول من خلال دخوله في هذا الحزب أن يغير الواقع الموجود وتغير الواقع الموجود وصل إلى سدة الحكم طبعا هناك بعض هناك ما زال تمييز في الولايات المتحدة ولكن هو قل بشكل أكبر بكثير ولذلك أنا أؤمن بأن الشراكة هي الإمكانية الوحيدة التي من خلالها يمكن أن نغير الواقع الموجود وليس يعني التباعد ما بين الطرفين التباعد ما بين الطرفين يوجد حالة من يعني الندية وحالة من يعني التناحر بين الطرفين وهذا ليس لمصلحة الأقلية لمصلحة بالضرورة لمصلحة الأكثرية إذا أوجدت حالة من التناحر من سوف يغلب؟ الأكثرية وليس الأقلية هذا يقودني إلى السؤال التالي هو ما رأيك في الخلافات التي تعصف بالقائمة المشتركة؟ الشارع العربي دكتور ويل كريم هناك غليان بسبب العنف وبسبب الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن الكورونا يعني هناك قتل كل يوم وهناك إصابات ووفيات في البلدات العربية بسبب الكورونا والناخب العربي لا يدري إذا كانت القائمة المشتركة ستذهب إلى الانتخابات في قائمة واحدة ولم يتبقى سوى أسبوع تقريبا على تقديم القوائم؟ يعني بشيء محزن بدون شك أنه محزن جدا أن نصل إلى هذه المرحلة من التناحر الحزبي بين الأحزاب على شيء يعني مفهوم ضمنا يعني أسأل أي إنسان بسيط من الشارع أنه هل المشتركة أو الاشتراك الأحزاب مع بعض هو لمصلحة الأحزاب شيء طبيعي لمصلحة الأحزاب لأنه إذا ما اشتركوا فيه هناك خطر أنه ما يعبروا نسبة الحزاب هذا شيء مفهوم ضمنا لذلك على شو بلا مختلفين مختلفين على بعض الأمور البسيطة لا يا أخي العزيز يمكن أن نكون فيه خندق واحد وأن نختلف بالرأي هذا شيء ممكن ويجب أن نحترم الاختلاف بالرأي إذا لم نحترم الاختلاف بالرأي لا يمكن أن نتوحد يعني التوحد والوحدة هي لا تتناقض مع الاختلاف بالرأي وهذا الموضوع يجب أن يتغير بالمفهوم السياسي العربي أنا يمكن أن نختلف معك سياسيا ولكن أنا لا أختلف معك بعروبتي وبفلسطينيتي وبثقافتي وبانتمائي هذه الأمور لا تتداخل مع موضوع الاختلاف يجب أن نختلف وإذا ما اختلفنا يجب أن ندير الاختلاف وهنا مشكلة يعني ما استطعنا أن ندير الاختلاف منصور عباس قام بخطوة معينة يمكن أن تكون صائبة ويمكن أن تكون غير صائبة ماشي؟ إلى أي مدى الخط الذي يمثل الدكتور منصور عباس يمثل توجه الجمهور العربي في هذه المرحلة؟ أنا أعتقد أن هناك من الجمهور العربية الذي يؤيد خطوة منصور عباس ويؤيد التوجه منصور عباس بأن الجمهور العربي بدأ يفهم أنه يريد أن يتداخل ويشارك في صناع القرار وأن يحصل على إمكانات ويحصل على مكاسب سياسية من خلال أعضاء الكنيسة يعني على رأس من قاموا بمصافحة رابين كان المرحوم توفيق زيادة الذي كان هو رئيس الجبهة الحزب الشيوعي كيف يمكن أن نمنع ذلك منصور عباس؟ لماذا؟ يعني من صافح رابين وقام بدعم حكومة رابين في حينه على رأسهم كان توفيق زيادة ووافق على ذلك لأنه يريد أن يحصل على مطالب للمجتمع العربي وحصل على مطالب كثيرة المجتمع العربي وكان هناك تغيير جذري في سياسة الحكومة نحو العرب لماذا نمنع ذلك عن منصور عباس أو عن آخرين؟ بغض النظر أن كانت خطوة منصور عباس صحيحة أو غير صحيحة يعني أنا لم أدخل بتفاصيل الخطوة التي قام بها منصور عباس يمكن أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن كان يجب أن تكون مدروسة بشكل أكبر يجب أن تكون جذرية بشكل أكبر ولا تكون بشكل رخيص بين قوسين أن يكون الثمن رخيص يجب أن يكون هناك إنجاز كبير جدا تأتي بها للمجتمع منصور ما سيقول بأن الثمن اللي كان يسعى إليه وحقن الدماء في المجتمع العربي وحصل خطة لمكافحة الحون في المجتمع العربي وليس هدفا رخيصا يعني أنا أولا أثمن عاليا أي خطة يمكن أن تحقن الدماء العربية ولكن من قال أن هذه الخطة تحقن الدماء العربية يعني خطة تصاغ بشكل عفوي وسريع مع إمكانات هزيلة جدا يعني هذه إمكانات هزيلة يعني نحن نتحدث عن حاجة إلى استثمار ما لا يقل عن 60 مليار شكل في خطة خماسية للمجتمع العربي وليس 15 مليار شكل ولا 4 مليار شكل ولا 200 مليون شكل ولا هذه الفتاة هي فتاة قليلة جدا نحن لا نتحدث اليوم الآن إسرائيل صرفت على موضوع الكورونا أكثر من 162 مليار شكل في سنة 2020 162 مليار شكل يعني بل الله المجتمع العربي ليس لا يستحق استثمار مثل هذه الأموال نتيجة كونه في حالة طوارئ زي الحل اللي هو موجود فيها إلا 4-5 سنة بحالة طوارئ نحن مش جديد بحالة طوارئ نحن موجودين بحالة طوارئ أكثر من 4-5 سنوات دكتور وائل كريم بإجازة شديد يعني لأن الوقت دهمنا لماذا تعتقد بأن الجمهور العربي المشاهد العربي الآن الذي يراك عبر شاشة قناة هلا لماذا يجب أن يصوت لك ولزميلك البروفيسور علياني الكريناو في قائمة حزب الاقتصاد الموضوع بسيط أولا إذا ما نظرنا إلى الخارطة الانتخابية الموجودة الحزب الوحيد الذي يستطيع أن ينفذ شيء على أرض الواقع ويحصل على ميزانيات وتحويل هذه الميزانيات إلى الأماكن الصحيحة وإلى المجالس العربية وإلى خطط لدعم المرأة العربية وإلى خطط لتفعيل الشباب وكل الموضوع التربوي الشبابي والثقافي الذي نعلم علم اليقين بأنه أحد أهم الأسباب أن الشباب ليس لديهم أي إطار وعدم وجود أطر من هذا النوع يعني بالتالي إلى أنزل قيمة العنف يعني ما في حل ثاني هذا الحزب هو الوحيد يعني إذا ما نظرنا إلى أحزاب أخرى إن كانت أحزاب يمينية تنظر إلى الأمور السياسية وإن ذلك هذا الموضوع لا يهم الآن الشارع العربي ما يهم الشارع العربي هي الأمور الاقتصادية أن يخرج من دارة الفقر أن يخرج من دارة البطالة وأن يفتح أبواب مصالحه من جديد وهذا ما يهمنا ولذلك الحزب الوحيد الذي يستطيع أن يعطي ذلك هو حزب بيرون زريخة والحزب الاقتصادية شكرا جزيلا لك الدكتور ويل كريم المرشح في قائمة حزب البروفيسور زريخة الحزب الاقتصادي شكرا على حضورك لستوديو قناة هلاك شكرا لك المشاهدون والمشاهدات العزاء سنخرج إلى فاصل إعلان قصير ومن ثم نستوفي معكم باقي فقرات برنامجنا الإخبار هذا اليوم فابقوا معنا أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء لبرنامجكم الإخباري هذا اليوم وننتقل الآن في بثحة ومباشر إلى مدينة أم الفحم حيث تجري في هذه الأثناء مراسم تشييع جثمان الشاب محمد ناصر إخبارية الذي لقي مسرعه ظهيرة يوم الجمعة الأخير رميا بالنار أمام بيته الجدير بالذكر أن المرحوم محمد ناصر إخبارية كان قد تعرض لإطلاق نار بعد وقت قصير من أدائه صلاة الجمعة والتي أقيمت أمام مبنى بلدية أم الفحم في مدخل المدينة نشاهد الآن في الصورة عملية مواراة جثمان الشاب محمد ناصر إخبارية الثرى وكان جمهور كبير من المشيعين أيضا من الرجال والنساء قد شاركوا في مظاهرة حاشدة طلقت من منزل الفقيد باتجاه مدخل مدينة أم الفحم وتحديدا مفترق مدينة أم الفحم على شارع وادي عارة شارع 65 حيث أقيمت صلاة الجنازة هناك وكما أدى المشيعون صلاة المغرب حيث أما بالمصلين الدكتور رائد فتحي الذي دعا المشيعين إلى اعتبار مدينة أم الفحم عائلة واحدة بيت واحد ودعا الله عز وجل أن يكون المرحوم محمد ناصر إخبارية آخر ضحايا العنف والجريمة في أم الفحم وفي المجتمع العربي جدير بالذكر أن مدينة يافا الساحلية كانت قد شهدت اليوم أيضا جريمة قتل أخرى راح ضحيتها الشاب الشيخ محمد أبو نجم وهو قيادي في الحركة الإسلامية الذي تعرض إلى إطلاق نار في الشارع كما أصيب شخص آخر بإطلاق نار لنتابع معا هذه المشاهد من مدينة أم الفحم الآن كما أصيب شخص آخر نشاهد ونتابع الآن في بث حي ومباشر مراسم موارات الجثمان الشاب محمد غبارية وهو في العشرينات من عمره ضحية جريمة القتل التي وقعت يوم الجمعة الماضي في مدينة أم الفحم جمهور كبير يشارك في تشييع الجثمان الآن في أم الفحم من بينهم شاهدنا في البث الحي والمباشر قبل بداية برنامج هذا اليوم الإخباري أعضاء كنيسة من القائمة المشتركة وكذلك شخصيات دينية من أم الفحم واجتماعية المشيعون كانوا قد توجهوا إلى مدخل مدينة أم الفحم على شارع وادي عارة شارع 65 حيث تم إغلاق الشارع لفترة من الوقت بحيث أدى المشيعون صلاة المغرب ومن ثم أصرى على الجثمان وقد أما بالمسيعين بالمصلين الدكتور رائد فتحي لنستمع الآن إلى كلمة أبينية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الضيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كل نفس لائقة الموت كل من علينا فان كل شيء هارك إلا وجهه مد والموت حق ونزول الكبر حق والدنة حق والنار حق مد على قومنا إله إلا الله كان صلى الله عليه وسلم إذا أهيل التراب على الميت يقول اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل اللهم ثبت والعصر إن الإنسان لفي خسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدر رحم الله من وقف على قبرك وقال لا يدل الله اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووزعم الخلف اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين يا الله اللهم إنا جئنا شفعاء له فشفعنا به واغفر له ورحمه اللهم ابدل ضارا خيرا من ذلك وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا ولسهدائنا جميعا ولهذا الميت الفاتحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم أعظم الله أجركم جميعا وغفر لميتكم لله ما أخدا ولله ما أحضر الله يمحمه الله يحبه الله يحبه الله يحبه أعزائنا أشكر الجميع أسأل الله أن لا يركم أشوه بعزين وأن تكون الجنازة الأخيرة في الكرس وأشكر كل من وقفه وسأهمه وساعدني في تبني ابني وشكرا للجميع وبات الأجر إن شاء الله في أعمال غز يسين يجزعكم الله وكله خير الله أكبر وللهم 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 أم الفاحم جبل المر ما ترضى فيها غدار يا إمي لا تهتمي عند الله محفوظ دمي يا إمي لا تهتمي عند الله محفوظ دمي دمعك يا بي غالي ادعي للرب العالي دمعك يا خي غالي يا سنجير يا أجير عكابك عند الله كبير يا سنجير يا أجير عكابك عند الله كبير اطلعوا ياللي بالدار بطرة بيجيكم الدور يا قاتل اسمع اسمع بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله الجبار يا قاتل إليك النار يا زنجيرو يا بوليس دم ولدنا ميش رخيس يا زنجيرو يا بوليس دم ولدنا ميش رخيس الله أكبر والله الحم لا إله إلا الله والمجرم عادو والله والمجرم عادو والله لا إله إلا الله والشرطي عادو والله يا بوليس يا خاسيس دم ولدنا ميش رخيس عالمكشوف وعالمكشوف والشرطة ما بدنا نشوف والمكشوف وعالمكشوف والمجرمة بدنا نشوف تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحم 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 ليش قاتلت ولادي يا شرطي اسمع اسمع عن الحق ما رح نرجع ما بدنا قانون الغاب ولا بدنا شرطة ارهاب يا ام الفاحم هبة لا صوت الواجب لبة صرخة ام بتنادي ليش قاتلت ولادي وين الشرطة والبوليس عن المجرم الخاسيس لو كان يهودي مقتول بان القاتل على طول لا قاتل ولا اجير لا قاتل ولا اجير ارحل عنا يا سنجير لا قاتل ولا اجير ارحل عنا يا سنجير أم الفاحم ما بترتاح إلا بعقاب السفاح إلا بعقاب السفاح سلم ثمك إن شاء الله أجزيكم كل خير أم الفاهم نور ونور يا مجرم عليك النور يا قاتل عليك النور أم الفاهم نور يا سنجير عليك الدور الله أكبر ولله الحمد إذن هذه الأجواء في مدينة أم الفاهم الآن حيث تمت مورات جثمان الشاب محمد ناصر إغبارية ضحية جريمة القتل التي وقعت يوم الجمعة الأخير تمت موراته الثرى بمشاركة جمهور كبير وننتقل إلى موضوعنا التالي أجرت جمعية سيكوي الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد والمركز العربي للتخطيط البديل ومركز هاجر أجروا بحثا جديدا يعتبر الأول من نوعه في البلاد الذي يبحث في موضوع التلجديد الحضري في البلدات العربية وللاستزادة أكثر حول هذا البحث وإمكانيات تطبيق نتائجه على أرض الواقع ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر في الستوديو المحامي ومخطط المدن من جمعية سيكوي أمل عرابي مساء الخير أستاذ أمل أهلا تسعر فيك رسالة مجتمعين قبل ما نبدأ ندخل في حيثيات هذا البحث الذي أجريتمه بدي منك تعرف جمهور المشاهدين ماذا نعني بمصطلح التجديد الحضري هل هاي نقطة مهمة نبدأ منها مصطلح التجديد الحضري ويأخذ أشكال ومعاني عدة مماكن مختلفة بالعالم ولكن مشترك بينكم ميع هاي الأشكال والهدف منه الهدف هي إعادة إحياء لمناطق وأحياء قديمة في داخل البلدات اللي مع ممرور السنوات هاي المناطق وهاي الأحياء لم تعد تلبي الإحتياجات الحالية والمستقبلية فما يحدث هاي الأحياء بتضعف والبنية التحتية فيها بتضعف وهيك بخرجوا منها السكان وبتتحول هاي المناطق لمناطق عشوائية ومهجورة من منا لا يعلم مناطق في داخل بلداتنا العربية أو أحياء اللي إدخال سيارة إلى داخل الحي أشبه بإدخال خيط إلى داخل إبري أو منطقة بالحي بالبلد اللي هي مهجورة اللي خرجوا منها السكان بسبب عدم وجود بنية تحتية أو مناطق اللي هي يعني أصبحت مهملة على مدار السنوات ولا يريد أحد أن يسكن فيها هاي المناطق لما بمرء زمن ولا يعيد لا نعيد إحياءها تصبح كأنها مناطق ميتي في جسد البلد وما يحدث في مناطق مختلفة أن يتم الاستيلاء على هاي المناطق من قبل أو منظمات إجرامية أو من قبل بصير فيها فعاليات غير مرغوب فيها زي تجارة بسلاع وتجارة بمخدرات أنه ما في عين عليها هاي المنطقة وكمان بظل أزمة الإسكان اللي إحنا من نعيش فيها إعادة إحياء هاي المناطق في شيء مهم جدا عشان النسيج تبع البلد النسيج العمراني يظل متماسك فهذا القصد في دولة إسرائيل هناك مشاريع للتجديد الحضر يمكن المستمعين بيعرفوا تاما ثمان وثلاثين أو بنوي بنوي يسمعوا هاي الكلمات ولكن هاي المشاريع كعادة جميع المشاريع الإعمارية التي تقوم فيها دولة إسرائيل تخطط البلدات العربية وهي الأكثر حاجة لمشاريع من هذا النوع ومين السبب أن هذه المشاريع اللي بتتحدث عنها تخطط المدن العربية هل هناك مشكلة في السلطات المحلية العربية مثلا مقاماتش في دورها إنها تطالب في تنفيذ مثل هذه المشاريع فيها المشكلة الأساسية هي بنوع المشروع نفسه حيث إنه لما أقيم هذه المشاريع لم يتم تأخذ البلدات العربية بالحسبان هاي المشاريع مقامة وتقام عشان تحقق ربح للمقاولين وهذا الربح المقاولين بتمش غير في مدن كبيرة اللي بيقدر المقاول يهد عمارة ثلاث طوابق ويبني محلها عشر طوابق ولكن في بلداتنا العربية هذا الشيء لا يتم وأساسا بلدات العربية تحتاج أمور أساسية مثل البنية التحتية مثل المواصلات مثل مناطق عامة فإحنا لا يمكن أن يجوا مقاول ويقوم فيها فإحنا نشوف إنه لم يتم التفكير بالبلدات العربية السلطات المحلية كانت شريكة في هذا البحث اللي إحنا قمنا فيه حيث تم الاستشارة مع مهنيين من السلطات المحلية ورؤساء السلطات المحلية حتى نبحث ونطور آليات التي تلائم البلدات العربية وتسدي الاحتياجات تبعية الأحياء العربية وطورنا على أثر هذا البحث عدة أربع أدوات اللي من شأنها أن تسدي الاحتياجات في البلدات العربية شو هي هذه الأدوات الأربعة؟ هات نبدأ من الاحتياجات قبل ما نبدأ بالأدوات أحياءنا وبلداتنا العربية تعاني من نقص حاد في البنية التحتية زي ما تحدثنا السيارات اللي لتقدر أن تفوت زي مصفات السيارات عزيزي أنت بتعرف أنه واحد من أكبر أسباب العنف في البلدات العربية هي صفت السيارة صحيح هناك دحاية سكتوا يعني دحاية جراهن هذا بحسب تقارير الشرطة أغلب أحداث العنف اللي تحدث اللي بيكون فيها سلاح أبيض هي بسبب صفت السيارة يعني نحن نتحدث عن حاجة ماسة أغلب أحياء وبلداتنا العربية لا يوجد فيها منطقة للعب للأطفال أو بارك ما يسمى ببارك لتتنزه أو للمشي هاي جميعها احتياجات مش ثانوية هي احتياجات أساسية للحي بس يمكن المشاهد الآن يسمعك ويقول لك ما هو أصلا مثل هذه البنية التحتية المناسبة والجديدة والعصرية قد لا تتوفر في الأحياء الجديدة في البلدات العربية يعني يلا يلا تنحكي عن المنطقة القديمة في البلد العربية وهو تيجي أهمية البحث حتى الآن كنا نعمل على إنقاذ البيوت المهددة بالهدم أو على توسيع الخرائط التفصيلية في البلدات العربية وتوسيع مناطق النفوذ ولكن البلد العربية حتى نصل لمرحلة من التجانس العمراني علينا أن نعمل على ثلاث مستويات على البناء الجديد توسيع المناطق الهيكلية حتى نعطي أمل للأزواج الشاب بأنه يقدروا يعيشوا بالبلد وعلينا أيضا أن نهتم إلى البناء القديم فلا يمكن أن نترك الأحياء القديمة كما هي الآن وحياة لا توفر أي احتياجات للسكان وهذا الشيء له مآلات اجتماعية سنتحدث عنها ولكن نتحدث عن الآليات زي ما تحدثنا نحتاج إلى بنية تحتية أو نتحدث إلى متنزهات أو إلى مصفات سيراد نحتاج إلى أرض فواحد من البدائل اللي نقترحها بالبحث أن أحد السكان الذي يملك بيت قديم في حي قديم وهذا البيت غير مستعمل يقدر على استبدال هذا البيت بقطعة أرض جديدة اللي يتم تسويقها بالمناطق الشديدة ما يسمى بالميقراشيم وهيك البلدية تقدر أن تستعمل هذا المبنى أو تهده وتحب محمل محل ومصف سيارة أو تستعمله لإحتياجات جماهرية مثل هذا الحل قابل للتطبيق على أرض الواقع في ظل الأزمة التي تعيشها البلدات العربية من ناحية مسطحات النفوذ يعني هذا الحل قابل للتطبيق ولكن هو بحاجة إلى إرادة من قبل المهنيين وإرادة من قبل رؤساء السلطات المحلية وإلى تمويل من الدولة لأنه بدون تمويل هاي المشاريع التي تكلف مئات الملايين لا تقدر السلطات المحلية أن تعملها ومثل ما الدولة بتدعم بلدات يهودية بمئات الملايين لإقامة جسور وإقامة بركات وهذه كلها تتخطى المتنزهات فهي تتخطى البلدات العربية وهي واحد من الحلول المطروحة حل آخر هو إعادة تجديد للمناطق السكنية البيت قديم موجود عنده بالحي السكني تقدر البلدية أن تساهم وتساعد في إعادة إحياء هذا المبنى وأن تأخذ قسم من هذا المبنى لإعطاء احتياجات جماهرية زي عيادة في حارات عندنا ما فيش فيها عيادة لازم تسوق نص ساعة عشان تصل لعيادة أو حضاني للأطفال هاي كلها احتياجات لازم تظل عايشة بقلب الحارة عشان الحارة تظل عايشة حاراتنا اليوم تحولت لزي قتلات إحنا بس منروح مننام ومنطلع الصبح من الحارة فيش فيها ولا أي نوع حركة فيش فيها لا حضاني لا فيها متنزه وهذا الشيء له تأثير على الأمان الشخصي وله تأثير على حياتنا في داخل الحارة نحن نتابع مجريات دفن الشاب في مدينة أم الفحم دحية جريمة القتل أنت قلت أن هناك علاقة بين الحيز المكاني وبين الجريمة والعنف الذي يهز المجتمع العربي في هذه الفترة أنا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة ما بين أزمة الإسكان التي تهدد وتقض مضاجع جميع أبناء المجتمع العربي من أزواج شابة ومن ناس المهددة بخطر الهدم لما أنت بيتك مهدد ولما أنت مش قادر تأمن لنفسك مكان تسكن فيه هذا الشيء يهدد أمنك الشخصي وتهديد أمنك الشخصي له تأثيرات بالآخر على تصرفاتك إضافة إلى ذلك بأبحاث بالعالم هذا مش حكي من يدي أبحاث بالعالم بتقول أنه مساحة العامة لما في عليها عينين لما في ناس بتشوفك أنت إيش بتسوي وأنت بتشوف ناس يعني إحنا ندير بال مع بعض في داخل المساحات العامة زي المتنزهات زي ساحات البلدات إحنا إذا نتذكر بلداتنا العربية ما قبل النكبة كانت مبنية بشكل آخر كان فيها مساحات عامة ومن أراضي الأوقاف وكان في الحكورة لباب البيت يتعرفوا فيها الناس ويشوفوا بعض فيها وما كان في أمان الناس بتقول أنه كانت لبيوت الظلم مفتوحة لما انهار المبنى العمراني تبع بلداتنا ومحل الحكورة صار فيه مصف للسيارة وبطل فيه محل إحنا نلتقي فيه وبطل فيه محل ولا تلعب فيه الأمان الشخصي بداخل مكان عدم أخي العزيز الطخ مرة كان يصير في الجبال اليوم الطخ بيصير بنص البلد بنص الحارة بنص النهار لأنه المجرن عارف أنه ما فيه عيون على الشارع وما فيه أهل للملك العام هذا الملك العام إلنا لازم ندافع عنه ولازم نهتم فيه لأنه هاي مصلحتنا جميعا أما بالنسبة لأزمة الإسكان هي كمان قضية اليوم لما الشاب العربي بمقبل على الزواج هو لا كان قبل الدكتور تحدث عن الاقتصاد دكتور وايل إكرايم تحدث عن السيول المادية المتاحة للشباب لما اليوم شاب عربي لا توجد بيده السيولي ولا يوجد له لا يقدر أن يؤمن لنفسه مسكن فهذا الشيء يهز أمنه الشخصي وهو يبدأ بالتصرف بطريقة غريبة أو يبدأ في الذهاب لمنظمات إجرامية أو المتاجرة بالسوق السوداء لما نحكي عن أرقام ثمن قطعة أرض في بلدة عربية يعني هو ثمن خيالي قد يعني هذا يجعل أمر غير متاح أمام الشاب بأنه يقتني قصيمة مثلا للبناء هذا إذا وجدت الأرض أصلا إذا وجدت الأرض أصلا لازم أن يوفر لنفسه ما يقارب مليون لمليون ونصف شكل وللبناء كمان مليون شكل وبعدها هو يقع في مأزق وهذا المأزق له مقالات 2% فقط من العرب يأخذوا مشكنتها لما أنت لا متاحة إليك مشكنتها ولا متاحة إليك بيت أنت لأين مشكنتها نقصد فيها قروض البناء قروض للبناء بس 2% من العرب وهذا الشيء له مقالات فهناك علاقة مباشرة بين الحيز المكاني بين النسيج العمراني وما بين النسيج الاجتماعي لما بنهار النسيج العمراني نتيجة للسياسات الممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية التي تخللت مصادرة للأراضي والتي تخللت أيضا هدم للبيوت نحن رأينا انهيار للنسيج العمراني العنف هو فقط عارض للمرض هناك أمراض اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب معالجتها حتى نشتذ آفة العنف من داخل وسطنا العرب السؤالي الأخير هو الطرح اللي ذكرته في بحثكم حول إمكانية تبادل أراضي خاصة مع أراضي تتبع ملكيتها لسلطة أراضي إسرائيل إلى أي مدى هذا الاقتراح أو الطرح قابل للتنفيذ؟ نحن عقدنا مؤتمر بمشاركة 400 شخص من المهنيين ومن المهندسيين وكان فيه ممثلين من السلطات الإسرائيلية ومنها سلطة أراضي إسرائيل ومنها وزارة الإسكان وتم طرح هذه البدائل كلياتها وجزء منها هو مقبول عليكم ولكن ما ينقصنا عشان تتم تطبيق هذه الأدوات المقترحة ويتم إعادة إحياء بلداتنا العربية هو أولا التمويل الحكومي ثانيا هي إرادة من هذه السلطات عن طريق الضغط في الكنيسة من قبل القائم المشتركة ومن قبل كل ما يعنيه الأمر والأمر الثالث هي إرادة من قبل السلطات المحلية ومن مهنيين في داخل السلطات المحلية اللي يضعوا نصب أعينهم إعادة إحياء البلد والحفاظ على النسيج العمراني وعلى النسيج الاجتماعي شكرا جزيلا لك المحامي ومخطط المدن من جمعية سكوي أمال عرابي ويسعدنا أن نسمع منكم عن نتائج هذا البحث يعني على الأرض الواقع إن شاء الله سنطبقه في عدة بلدات عربية ونحن ندعو السلطات المحلية في التوجه إلينا لمساهمتنا في إعادة إحياء الأحياء العربية شكرا على حضورك إلى ستوديو قناة هلا المشاهدون والمشاهدات الأعزاء سنخرج إلى فاصل إعلان قصير ومن ثم نستوفي معكم باقي فقرات برنامجنا الإخباري هذا اليوم فابكوا معنا أهلا بكم مشاهدين الأعزاء مجددا وقبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي نذكركم بمتابعة كل برامج قناة هلا على الهواء حملوا الآن التطبيق لمتابعة قناة هلا على مدار الساعة ونعود إلى ملف العنف والجريمة الذي افتتحنا به برنامجنا لهذا اليوم إذ يواصل المواطنون في مدينة أم الفحم احتجاجهم على العنف وجرائم القتل ويوم الجمعة الأخير نظم التظاهر احتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي تحت عنوان أم الفحم تنزف وأغلق المتظاهرون شارع 65 الرئيسي شارع وادي عارة وأدوا صلاة العشاء في الشارع فيما شهدت التظاهر مواجهات مع الشرطة واعتقالات خاصة أن المظاهرة أقيمت بعد ساعات من جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب محمد ناصر غبارية بعد عودته من صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة بلدية أم الفحم احتجاجا على تفاقم أعمال الإجرام بدعوة من اللجنة الشعبية للحديث حول هذا الموضوع نستضيف معنا في الستوديو في بث حين ومباشر المحامي والناشط الاجتماعي الزكريا إغبارية والناشط الوطني والسياسي حسن الغفاري مساء الخير مساء الخير مساء فيكم بدأ معك أستاذ حسن أنت من أم الفحم وضيفنا الأستاذ زكريا من أم الفحم أم الفحم حزينة اليوم وفي الأيام الأخيرة المزبوط حزينة جدا ويعني في تضمر في غضب في صاخت في احتقال على الجرائم المتكررة في أم الفحم وفي مجتمعنا العربي ككل احنا طبعا بنكدم عزائنا الحار لعائلة المرحوم محمد ناصر حمد أبو جعو غبارية ابن أبو ثائر إن شاء الله أنا بتكون نهاية الأحزان إن شاء الله أنا بتكون خاتمة الأحزان إحنا كنا نشهد بالفترة الأخيرة جرائم هنا وهناك قتل هنا وهناك لكن بالفترة الأخيرة صار فيه إسراف في القتل سميه إسراف في القتل والقرآن بيقول لك لا تسرفه بالقتل حتى لو حصل قتل لا سمح الله يعني بتظهره في معينة ما تسرفه في القتل لا يعقل هذا اللي بيصير قاعد بيصير عنا في الجملة يعني من حمولة من حمولة دار حمد صار مقتول أربعة بخلال أقل من ستين يعني هذا إشي مش معقول إحنا شوفنا بيمة وبجد برضو نفس الإشي بنكتله اثنين وثلاث مع بعض طيب الواحد بعده بالعزاء وبالضغط ارتبع الأحداث في أم الفحم بالطريق وانت جاي أو رايح بتسمع عن القيادة في الحركة الإسلامية في مدينة يافا المحومة نعم محمد أبو نجم هذا يقودني للسؤال للمحامة زكريا غبارية يعني قبل أسبوعين نحو أسبوعين تم استدافة رئيس بلدية أم الفحمة السابق ونسأل الله له الشفاء الآن هو في المستشفى الدكتور سليمان غبارية والآن اليوم القيادة في الحركة الإسلامية في مدينة يافا يعني القتل يطال شخصيات قيادية شخصيات مؤثرة اجتماعية كيف ترى هذا الموضوع أنت من ناحيتك يعني قبل أن أجيب على سؤالك أخي الكريم بداية أم الفحم اليوم لبت طلب بلدية أم الفحم بالإضراب الشامل وكان له نجاح لأول مرة نشهد في تاريخ أم الفحم أو في الوسط العربي نجاح شامل بإغلاق جميع المحلات ولكن إذا تحدثنا عن الإضراب طبعا اليوم اليوم صعب ومن الصعب أنك تكون رايق بكل مصداقية لأنه الوضع كثير حساس ولكن اللي بدي أقوله أنا الإضرابات والإضراب تبع اليوم أو الإضرابات اللي بتصير أو اللي صارت واللي راح تصير كان بكرة بيافة وبعدها بترعان وبعدها كفرمندة هذا ليس بحل وإنما الحل متواجد لأنه قرار سياسي ونحن نتهم كل التهم يعني استبعدنا مجتمعنا استبعدنا السلطات المحلية في إدارة مشروع مدينة بلعون الميزانيات بالملايين ابتصالهم وللأسف الشديد لم يفعلوا شيئا مجتمعنا مسجدنا ولكن بالنهاية خلينا نروح على اليوم بما أنه الوضع حساس خلينا نروح على أنه المتهم هو الشرطة المحاكم وبما أنه هذا قرار سياسي فالقرار السياسي يجب أن نتحدى في قرار سياسي والتحدي يجب أن يكون في استقالة جميع أعضاء الكنيسة من الكنيسة الإسرائيلة كي يسمعوا صوتنا بالسودان وبالشاد وبسوريا ولبنان وليس فقط من أجل إغلاق محلات الخضار ومحلات اللحم ومحلات الأثاث فقط ليوم واحد ونرجع ننتظر من هو القطيل القادم حسن الغفار كان هناك استقالة لرئيس بلدية أم الفحم دكتور السمير محميد وأيضا رئيس اللجنة الكترية مدر يونس رئيس مجلس محل عارة 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 لمدة شهر كيف تقرأ هذه الاستقالة والآن نسمع من ضيف الأستاذ زكريا إغبارية يقول لا يكفي هذا نريد استقالة جماعية لأعضاء الكنيسة وبالحقيقة كان في تلويح في الاستقالة ولم تكن استقالة فعليا نعم لا طبعا مش استقالة هي تلويح بالاستقالة يعني بكلها أنا ما فيش بإيدي أي سلطة أنا أفهم أسبابهم وأنا أعيد المفاتيح الآن إلى وزارة الداخلية والحكومة أنا بتفهم جدا أسباب الدكتور سمير والأخ مدر يونس وزملائهم بتفهمها أسبابهم ودوافعهم جدا لأنهم هم اللي بمواجهة الأهالي والجمهور مباشرة هل ترى أنه الجمهور يحمل رؤساء السلطات المحلية أكبر من حلاقتهم في هذا الملاك؟ إذا لاحظت أنت خلال التشيع وخلال المسيرات الحدث الطبيعي تبع الناس معروف أنه العنوان الرئيسي والوحيد أكاد أقول لكبح جماح الجريمة والعنف هي الحكومة إحنا ما في عنا أجهزة الحكومة إعطونا يا أخي إعطونا السجون ومحاكم وشرطة وميزانيات وكوات كوات اللي تفرض النظام وبعدها تعالوا حاسبونا إذا بنفرضش النظام ولا لا أما هاي مهمات الدولي هاي العصال غليظة بإيدان الدولي فقط الدولي لما بتتخلى عن دورها بتصير عصابي بتبطل دولي يعني عندنا جيراننا بالسلطة الفلسطينية معينها تحت الاحتلال ومعينها سلطاتها محدودة ومعينها وسائلها وأجهزتها وعتادها يعني لا تقارن مع إمكانيات إسرائيل إمبراطورية إسرائيل لكن السلطة الفلسطينية لأنه عندها قرار إنها تحافظ على السلم الاجتماعي على الأمن المواطن في أمن مواطن وإذا هواكوا على الجريمة بطلعوها دغري بطلعوها دغري ما في الشي يعني إحنا بنجيش نسبة الجرائم بيننا وبين الضفة الغربية اللي هي بحدنا مئة متر بعيدة عننا عن داري أنا الضفة الغربية بعيدة عن داري مئة متر ليش بعنين فيش؟ ليش في الطيبة فيش؟ اللي بعيدة عن داري مئة متر دخن زجارة واللعب من الفاعم تطفيها بعنين وبالطيبة لأنه فيه قرار وفيه ناس حريصين فيه سلطة حريصة على أمن المواطن إحنا عنا هنا في دولة إسرائيل فيش حرص على أمن المواطن بالعكس يعني الواحد مضطر يقول إنه فيه تواطئ وفيه حتى الله أعلم غد نظر وتحفيز لا لا ظاهرة الجرائم بيقول لك فخار يكسر بعض وخلوا ملتوا بحاله المحامة الزكريا غبرية بالنسبة للاستيكولات إذا سمحتولي بس فالدكتور سمير والأخ مضر يونيس بقولوا إنه إذا الحكومة بتقومش بإكرار إكرار وخطة تفصيلية جذرية لمكافحة الجريمة والعنف خلال شهر إحنا ساعتها بنستقيل بنمكن نقدم استقالتنا فهي تلويح وليست استقالة بالنسبة لأعضاء الكنيسة أعضاء الكنيسة لو ما عناش أعضاء الكنيسة هسه موجهة انتخابات علينا لازم نوجد أكبر عدد من ناحية عددية ومن ناحية نوعية لأعضاء الكنيسة بالدرجاء لهذا الموضوع اللي مش نستقل بكيف وعليها نستقل هاي مهمتهم منهم يكافهم نعم رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وعد رؤساء السلطات المحلية اللي اجتمع معهم عن طريق الزوم الأسبوع الماضي بأنه سيضع خطة لمكافحة العنف إلى أي مدى تثق بأنه مثل هذه الخطة هي جدية وفعلا سيتم تنفيذها والله هي وعد انتخابي ونحن نشهد تغير لهجة بن يمين نتنياهو وخطابه إلى الجمهور العربي في البلاد جميعا نعلم من هو نتنياهو سياسة نتنياهو خطته الثعلبية اتجاه العالم والدول العربية وبالشرق الأوسط وأيضا بالداخل وأيضا مع دائل كناسة اللقود نفسهم فإذا منرجع كمان مرة فيش إشي نخسره فيش إشي نخسره أنك أنت رؤساء المجالس تيجي تقعدوا معهم تيجي تحكي مع نتنياهو نقدرش نظلنا كاعدين على جانب لا هذا بدي أخذ أصواتنا يعني أنت ضد مباطعة للاجتماعات معنا أنا مع بالعكس أنا مع أنه يقعد ويبنوا هناك برنامج السلطات المحلية وأعضاء الكنيسة أستاذي جرب جرب عباس منصور بشكل فردي للأسف الشديد مش بشكل تحت غطاء لجنة المتابعة ما تسمى لجنة المتابعة والكل خونوا متبتدعي للإستقالي للأسف الشديد للأسف الشديد حتى الآن من عشرات السنوات لم تصدر أي مبادرة أي مشروع مدروس من كبل المشترك أو من كبل لجنة المتابعة لخطة مكافحة العنف الحل الوحيد الحل الوحيد الحل الوحيد هو بما أنه قرار سياسي هناك اتجاهين إحنا أعطينا صوتنا دعم للمشترك وطلعنا بالمساجد وبالسماعات كمال مرة من أجل تغيير سياسي الحكومي كيف ممكن إحنا نغير سياسي الحكومي هناك طريقتين الطريقة الأولى هي الحوار وبحالة أنه عدم النجاح هذا الحوار واجب على المشتركة بأن تتخذ خطوة نضالية غير مسبوقة وهي الاستقالة الجماعية من أجل الرجوع إلى الصفوف بدل ما أنت اليوم طوخ الثماني وطوخ التسعة ارجع لصفوفك نظم أوراكك ابني برنامج وارجع تعال خذوا عشرين وحلى كلها سنة معك بس أستاذ حسن غفاري بيقول لك إحنا ما فيش في إيدينا الآليات لتنفيذ يعني القانون في شوارع وأحياء البلدات العربية شو بإيدان القائمة وضع اعتراق من أستاذ حسن بأنه لا يوجد هناك أي مفعولية لأعضاء الكنيسة طب أنت ما لاتفش مفعولية طب لاش أعضاء الكنيسة حضرتك تفضل وارجيني شطرتك وين هي الكوات اللي عندك وليش ما بتنفذيش بس بلنا نظل نسب على الكنيسة وأعضاء الكنيسة ما لك إزلا بي ولكن أستاذ حسن كل الناس اللي تدعونا لإستقالي أنو مانع الناس يعني المشاهد الآن ينظر إلى صورتين ينظر إلى صورة ما يجري في مدينة أم الفحم ومدينة يافا الساحلية وينظر من ناحية أخرى محاولات للسيد محمد بركي رئيس لجلة المتابعة العليا الجميل العربي لرأب الصدع داخل القائمة المشتركة من أين ستأتي له الثقة في القائمة المشتركة في ظل هذا الخلاف في وسط حالة الطوارئ التي يعيشها المواطن العربي أنا من هنا بوجه نداء حار للمجتمعين بدار الأخ محمد بركي لندري إذا كان نستماع الآن لأنه شاهدنا عضاء كناسة من القائمة المشتركة في المضارف بساعة متأخرة مش مشكلة المهم إحنا بنتوجه لهم بشكل حاد وبشكل لا يقبل التأويل تتركونا من كل المناورات وضعنا ووضع شعبنا لم يعد يحتمل أي تأجيل أي تسويف أي تحايل أي تآمر وفئة على الأخرى أو حزب على آخر اعطوا كل ذي حق حقه وإعطوا بصيص أمل للناس اتجمعوا توحدوا يد الله مع الجماعة وبدل مع العلم إنه الإحصائيات بتعطي عشر وإحداش ومش عارل شو بس إذا بنتطلع برسالة قوية وموحدة ومخلصة وصادقة لجمهورنا بنأخذ خمستاش وبنأخذ سبعتاش وثمانتاش المحامي الزكري إغبارية أسبوع وبضعة أيام تبقى حتى تقديم القوائم المتنافسة في انتخابات الكنيسة برأيك ما يقوله الأستاذ حسن الغفاري أمر قابل التنفيذ إنه القائمة المشتركة تستعيد ثقة الجمهور العربي في ظل الأجواء المشحونة التي يعيشها الشارع العربي اليوم ليس فقط لديك الوقت المشتركة لأن تستطيع أن تكنع أو تكسب ثقة المواطن وإنما هناك اجتماعات تدور حاليا اجتماعات المركبات المشتركة من أجل تركيب الأسماء من الرابع ومن القامس ولكن من الأول ومن الرائع دعنا نسمعه وسأعطيك أن ترد للأسف الشديد للأسف الشديد اليوم الشارع مولع الشارع المظاهرات الكتل الاختيالات سميها اللي بدك إياه انظر إلى المشتركة وين متواجدين ابني كاشاط ابني كاشاط أنه الأول وأنه الخامس كل تهاني التجمع ببارك أنه أول وأنه الثاني والجمع بتبارك أنه أول وأنه الثاني وما الهمش بالمرة بتاتا بالشارع فيش ثقة للأسف الشديد إحنا فقدناها هاي الثقة على الأقل إحنا طلبنا دكش تغير وجوه خليكم دكش تغير الإسلوب كلهم إجداد أعطيك أستاذ حسن رفارس أعطيك أن تجيبه ولكن دعنا نسمع الإسكريم المرة اللي كابلة أعطوا خمستاش المرة اللي كابلة وأخذوا خمستاش هاي الضار أعطوهم عشر ورحين يكسبوا العشرة وإذا الواضع بيظلوا هيك والكاتر رح يظلوا هيك مش رحين يوصلوا ثمانية دعنا نسمع رفض أسف حسن غفاري نعم الشعوب المكهورة ولا مرة بزبط عليها الاستطلاعات المجموعات الكومية الوطنية المكهورة ولا مرة بزبط عليها الاستطلاعات اعطي بصيص أمل للناس راح الناس مش راح الناس تقصر وراحة تعطي زخم وتسكر كل المنافذ والشكوك على الأحزاب الصهورية اللي بتحاول تتسلل بأنه هذه المرحلة هذه الانتخابات تختلف عن الثلاث دورات مئة بالمئة هناك توجه من الأحزاب اليهودية علنية ومشارك صريح لنيل الصوت العام ومن غير عليهم البواب لازم نسكر عليهم المنافذ هم اليوم قاعدين بتسللوا من خلال الشكوك والنقاشات والخلافات في المشتركي لكن المشتركي لازم تبني حالها بسرعة تعيد بناء حالها بسرعة تسكر كل المنافذ والشكوك على الأحزاب الصهورية كلياتها من شمالها ليمينها وتنطلق بنية صادقة وصافية الوضع لم يعد يحتمل لا يمكن أنه نظل على هذا الحال ونظل نجلد بذاتنا يا أخ زكريها نظل نعفل حكومة ونلبس حامنا ما حدا يعفل حكومة ما حدا يعفل حكومة لا جديت المتابعة يا أخي المشكلة عند الحكومة كيف جاوبني كيف ممكن نعالج قضية العنف إذا المشكلة موجودة عند الحكومة إذا أنا معطي أنا بدي أركن على الدكتور سمير الدكتور سمير كرئيس بلدية ومدر يوناس كرئيس السلطات المحلية هذول الناس وأعضاء البلدية ممنوع من عم باتا يستقيلوا ولكن مظبوط الدكتور سمير لم يستقيل ولا يعنيني في حوال مكتوب ولكن أحدث ضجي بالوسط اليهودي بالإعلام العبري والإعلام العربي وأصبح هناك توعية والناس كلها قاعدة اليوم بالطالب بالمشتركة بالاستقالة هذا بالعكس نشتر الدكتور سمير على الكم هذا انسحاق هذا انسحاق أنا واجهون المشاهدين أنه اللي بدي رفع صوتنا أنه اللي بدي رفع صوتنا أنت تقول استقالة رؤساء السلطات المحلية غير مجموعة الآن ما هو الفرد يعني ليش الرؤساء السلطات المحلية ما يستقلوش وأعضاء الكنيسة يستقيلوش لأنه الكرار هو كرار سياسي عندنا إحنا موجدين 15 عضو بالكنيسة إذا اليوم تخيل هذا تخيل هذا الموقف اليوم مع أعضاء الكنيسة ياخي كل واحد يدربلع كرسته كل واحد يكتب اسمه عليها كل واحد يحفظ هناك قانونيته كيف يرجع القصد إذا اليوم انسحبوا هدولة 15 عضو من الكنيسة الإسرائيلة تخيل إنه الإعلام الأوروبي والإعلام العالمي كيف رح يتحدد إنه هناك ظلم موجود عنا الأستاذ حسب بكل لا أعطيهم 17 أخرى شهر في انتخابات أعطيتهم 17 أخرى شهر في انتخابات بيجيبونا أخي شاءوا أم أباؤوا بيجيبونا دبتال تقصد من يريدون الحصول على صوات العرب بيجيبونا أخي ناقص ناس يجيبوهم ويودوهم على أوروبا يقولوا هذول الوجه اللي بيمثل الفلسطينيين في الداخل لازم نودي الناس اللي بيمثلونا حقا وحقيقة مش نروح نسحب من المدان نسحب من المعركة وندب على حالنا مسؤوليات الحكومة إعضاء الكنيسة لازم يأكلوا وجه الحكومة ما يهنوش الحكومة ولا يوم والشعب وإحنا وانتفاضهم كل شيء لحد ما نفرض عليهم يقول سئمنا من هذا الموقف ضد الحكومة نريد أن نسمع من الحكومة لعله وعسنا نصل إلى حال ولا يسأم ولا عباله لذلك دق على راس الحي راس الحي المشاهد اللي إله موقف آخر منك يعني ما فيش موقف آخر ما فيش سبيل آخر شو نعمل هاي التطور التاريخي من يوم النكبي إلى اليوم هذا اللي صار معناه شو تخوفك نزلت علينا قوة عالمية عجبه يقول لك مناش تخوف إنهم يستقيلوا ويرجعوا عشرين ليش يستقيلوا أنا بدي بدي يرفعوا صوتهم بدي بدي هلا يمكن أن تكون خطوة استقالة أعضاء الكنيسة العرب عامل سيعطي زخم لا لا ريحتون عفو الله المؤمن يشارك وبيديموا ناس مدالهم يا زلميه نتانياه ناقصو كم من كورسي بأخذهن من الفراغ اللي راح ينشأ من الاستقالة شو بتحكوا قاعدين بدل الأمور اليوم بدها جدية الحكي اللي بالوساع هذا استقالات وفوق المشتركة وتحت المشتركة هذا ما بفيد اللي بفيد إنك تعزز قوتك الوطنية قوتك الاجتماعية والمدنية وتصعب الحياة على حكومة إسرائيل الوطنية لحد ما إنها لحد ما إنها تنصع صاغرة لإرادة شعبنا إحنا ما بنطلبش منهم ممانية أول عقد اجتماعي عقد بين الدول الحديثي وبين المواطن بين أيام الثورة الفرنسية اللي هي إنه المواطن يتنازل عن حقه في حماية نفسه شخصيا وممتلكاته مقابل إنها الدولي اللي تأمل له هاي الحماية فإذا الدولي بتتنازل عن دورها بتمطل دولي ما بصر إش إنا نيجي إحنا نعفي كل الدنيا كل التاريخ اللي وقع علينا من يوم النكبي لليوم ونيجي نكون لعضائل كنيسة تستقيلوا هذول اللي برفعوا صوتنا هذول اللي بمشوا قدامنا في المظاهرات هذول اللي بمشوا بلكونا بكل محفل المظاهرة مش هل تظهر مش عيب إنه يتصور لأنه بدك تؤمن لليش طالع ظهر ظهر هم المشكلة ظهر هم المشكلة مش الدولي مش الحكومة مش الشرطة إعضاء الكنيسة الدكتور يوسف جبرين هو المشكلة تعال تنروح حسن هدنه ضاره شايل هذا الحل اللي عندك شو بتحكي يا زلمي إحنا بوضع معساوي بوضع مصيري مش معقول إنه نيجي نعوج المنطق وندب كل المسؤوليات على أعضاء الكنيسة وعلى رؤساء البلديات إحنا إحنا نازم نكون بمسؤوليتنا إن صعب الحياة على حكومة إسرائيل مسؤوليتنا لحد يتوصلوا لنتيجي إنه لا يمكن لاستمرار مبارح أنا سمعت رئيس بلدية الليد بيحكي إنه خلاص بس تصاوبت تصاوب مواطن يهودي بالغلاط في الليد تشوف كدهش تكتلوا ناس بالليد بس لما تصاوبت أو تصاوب واحد يهودي مواطن يهودي بالصدفة بالغلاط فاهم طلع رئيس البلدية وقول أنا بطالب رئيس الحكومة وهم للي كون إنه لازم يوضع حد للجريمة سنعود إليكم ولكن سننتقل الآن في بث حيوم باشر إلى مدينة أم الفحم مجددا ومعنا من هناك عدو الكنيسة الدكتور يوسف الجبارين مساء الخير لك دكتور يوسف مساء الخير لك والمشاهدين أنت شاركت في تشييع جثمان الشاب محمد غباري ضحية جريمة القتل أم الفحم حزينة اليوم كيف هي الأجواء الآن بعد تشييع الجثمان أم الفحم لا شك اليوم كانت حزينة وغاضبة ولازلت وأعتقد أن المشهد اليوم موكب الجنازة الذي تحول إلى تظاهر جماهيرية شعبية بمشاركة الألاف من الشباب والأطفال والشيوخ والنساء بلا شك أنه عكس الغضب العارم الذي يسود المدينة لأحداث العنف والجريمة فيها ولكن أيضا لهذه الموجة التي تشتاح مجتمعنا والآن يعني بعد الانتهاء من يعني مرسيم الدفن يبقى طبعا الغضب ويبقى الحزن وتبقى الرغبة في يعني أن نستمر بإحتجاجنا الجماهيري والشعبي وبينيضالنا حتى يتغير هذا الواقع لا يمكن أن نقبل بواقع يعني ينعدم فيه الأمان في الحي وفي البلدة وفي الشارع ونريد يعني الآن يعني هذه الهبة الجماهيرية أن تستمر إلى فعلا أن يعني نحقق التغيير والتغيير يأتي عندما يأخذ المسؤول في الشرطة والحكومة دوره بهذا الموضوع السؤال هو يعني اليوم أم الفحم شيعة جثمان الشاب محمد غبارية وفي نفس الوقت يعني أو قبل ذلك بقليل مدينة يافا السحلية شهدت مقتل قيادة في الحركة الإسلامية الشيخ محمد أبو نجم يعني من سيمنع الجريمة القادمة يعني الحقيقة أهلنا يعرفون تماما وأيضا المشاهد يعرف تماما من هو المسؤول بحسب القانون عن تنفيذ القانون من هو المسؤول عن جمع هذا السلاح مئات ألاف قطع السلاح من هو المسؤول عن القيام بالتحقيقات وتقديم لوائح اتهام في كل العالم المسؤول هو واحد هي الشرطة هي الحكومة هي وزارة يعني الأمن الداخلي ومن هنا هذا الاحتجاج الجمهيري يهدف إلى إرغام من هو مسؤول عن القانون أن يكون بدوره في تنفيذ هذا القانون أن يكون بدوره في مواجهة يعني عناصر الإجرام أن يكون بدوره في جمع السلاح خذ مثلا يعني ما يحدث في أم الفحم في سنوات الأخيرة أكثر من عشرة ضحايا في جرائم القتل والشرطة عمليا لم تصل إلى المنفذين هل هذا واقع فيه قانون هل هذا واقع الشرطة تقوم بدورها غضب الناس من الواضح يأتي من هذا الألم من أن هناك من هو مسؤول عن ذلك وهذا المسؤول يتقاعص يتخاذل بل ويتواطأ في أداء هذا الدور ويترك المجتمع العربي ليغرق بشلال الدام وأنا أقول ذلك دون مبالغة شلال الدام في مجتمعنا العربي ليس فقط في أم الفحم ويافة في غالبية بلداتنا العربية نحن بحاجة أن نقف سوية معا في القيادة وفي الشارع وفي الجمهور وأن نصاعد حملة احتجاجنا حتى يعني نعيد الأمن والأمان إلى أحيائنا وبلداتنا غدا ستكون خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة في وادي عارة قريبا سيكون اجتماع للجنة المتابعة لاتخاذ أيضا خطوات تصعيدية يجب أن ننقل هذا النضال أيضا إلى الشارع اليهودي وإلى الشوارع مركزية في البلاد وأن نغلق هذه الشوارع لكي يسمع يعني المواطن اليهودي والمسؤول اليهودي والحكومة الإسرائيلية لكي يسمعوا جميعهم صرخة الألم للأمة العربية التي فقدت ابنها وللزوجة التي فقدت زوجها وأنا على ثقة بأننا على قدر من المسؤولية لكي فعلا ننتقل الآن في تصعيد احتجاجنا وفي أرغام هذه الحكومة العنصرية واليمينية أن تتحمل مسؤوليتها بتنفيذ القانون السؤالي هو لابد أن تصل إلى مسامعك يعني مطالب هنا وهناك باستقالة جماعية لأعضاء الكنيسة العرب من الكنيسة ونحن عشية الانتخابات خاصة بعد تقديم الدكتور سمير محميد والمدر يونس استقالة مشروطة فيما لم تتم معالجة قضية الجريمة والعنف كيف ترد على هذه المطالب يعني بالنسبة لاستقالة المشروطة للزملاء في السلطات المحلية بلا شك أنا أتفاهم ذلك يعني هم مسؤولون عن إدارة الشؤون في بلداتنا ولكن الحكومة لا تمنحهم فعلا فرصة لإدارة هذا شؤون في ظل يعني عناصر الإجرام والعنف المستشري وغياب دور الشرطة بلا شك أن خطواتهم هذه خطوة احتجاجية ونحن طبعا يعني ندعم ذلك ونريد لها أن تكون يعني فعلا خطوة تعبر عن يعني غضب جماهيري ولكن بلا شك الهدف هو ليس الاستقالة الاستقالة هي ليست هدف الهدف هو التأثير وإرغام الحكومة وإرغام الشرطة على أن تأخذ دورها بالنسبة يعني أعضاء الكنيسة نحن في الكنيسة منتخبون من أهلنا لكي نقوم بدور يعني تمثيل قضاياهم وإسماء صوتهم وصرختهم تمثيل هذه القضايا يعني في الكنيسة أمام الحكومة أمام الشرطة أمام الوزراء ولكن أيضا فضح هذه السياسات في المحافل الدولية لذلك أنا أقول أن يعني عملنا في الكنيسة هو مكمل للنضال الجماهيري والشعبي هو أيضا جزء من مقاومة هذه السياسات اليمينية يعني والآن نحن بحاجة لأن نتوحد لأن نكون سوية يعني الأهل مع القيادات في سلطات المحلية في الكنيسة في مؤسساتنا الحقوقية في لجنة المتابعة لنعمل معا وبتنصيق في مواجهة هذه الموجة من العنف والإجرام لذلك أنا أقول أن يعني التصليت الآن طاقاتنا يجب أن يكون على الوحدة الوطنية والعمل المشترك وعلى يعني دور القيادة في قيادة هذا النضال الجماهيري هناك يعني من يسعى وأنا أقول ذلك بوضوح لزرع وكأنه يعني بذور توطر ما بين القيادة وبين الشارع ولكن هايهات يعني نحن على ثقة بأهلنا وبشعبنا نحن معا نعيش هذه المأساة وبالتالي ننطلق معا يعني كقيادة وكجماهير لإحداث هذا التغيير والتغيير المرجو وعلينا أن نكون معا بهذا النضال ممنوع النيأس ولكن دكتور يوسف جبرين هناك من يتهمكم بشكل صريح يعني بأنكم انشغلتم في خلافاتكم في القائمة المشتركة بين المراقبات المختلفة وغفلتم عن قضايا القضايا الحارقة وخاصة الآن الجريمة والعنف وأنكم فشلتم في معالجة هذا الملف كيف ترد على ذلك يعني جوابي واضح يعني من هو مسؤول عن هذا الفشل هي الحكومة والشرطة هناك عنوان واضح وفي كل العالم وليس يعني في أم الفعم ولا في الناصرة ولا في إسرائيل في كل العالم معروف من يعني يجب أن يأخذ هذا الدور انظر حتى إلى ما يحدث يعني في الأراضي الفلسطينية وكيف أن شرطة الفلسطينية من ناحية أداء مهن في مقاومة أو مواجهة العنف والجريمة تنجح أكثر بكثير بأضعاف يعني الشرطة الإسرائيلية هل هذا صدفة هذه ليست صدفة هذا جزء من سياسات قمع أهلنا من سياسات السيطرة علينا يريدون لنا أن ننشغل بقضايانا الداخلية بالعنف والجريمة وأن لا نتفرغ لمواجهة سياسات يعني العنصرية واليمين سياسات تشريدنا واقتلاعنا من بيوتنا والسطو على هويتنا لذلك عنوان الفشل هو لدى الشرطة ولدى الحكومة بينما نحن يعني كأقلية تعاني التمييز والاضطهاد بحاجة أن نكون موحدين على مستوى القيادة يعني قيادة لجنة المتابعة رأسا سلطة محلية أعضاء كنيسة ولكن أيضا على مستوى الأهالي نحن جزء من معاناة أهلنا هذا نصيبنا أيضا من مأساة أهلنا لدينا أيضا جيران وأصدقاء ولدينا عائلات يعني دفعوا ثمن غالي بسبب العنف والجريمة وعلينا لا فعلا يعني أن لا نستكين يعني هذا الشعور باليأس أو بالإحباط بل أن يعني أن يكون لدينا شعور بتعزيز وحدتنا الوطنية بتعزيز تكافلنا وبالنسبة لسؤالك يعني عن خلافات داخلية أنا أقول لك يعني تابعت كل يعني العمل البرلماني خلال السنوات الأخيرة من خلال القائمة المشتركة كنا دائما أول من طرح هذه القضايا وأول من تبعها بشكل يومي أمام الوزارة وأمام الحكومة ونطرح ونواصل طرح هذه القضايا الآن نحن أيضا بصدد طرحها على المؤسسات الدولية ليكون أيضا تدخل من يعني مجلس حقوق الإنسان الدولي ومن الاتحاد الأوروبي بهذه القضية من أجل الضغط على إسرائيل وهذا واجبنا هذا ما نقوم به وهذا ما سنستمر بالقيام به لأننا فعلا يعني جزء من هذه المعاناة ونريد أن ننتقل مع أهلنا ومع شعبنا إلى يعني غد يعني نشعر فيه بأمان في شوارعنا وفي بيوتنا هذا ممكن هذا ليس مستحيل هذا لن يحدث خلال أسبوع أو أشهر ولكن استمرارنا بنضالنا بتعاددنا بعض حتما سيأتي بالنتيجة مع طبعا تصعيد النضال الشعبي والجماهيري أيضا في الأسبوع والأشهر القريبة السؤال محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد وجه دعوة لمراكبات القائمة المشتركة للاجتماع في بيته من أجل الخروج من هذه الأزمة ونحن على بعد يعني أقل من أسبوعين من تقديم القوائم هل جرى هذا الاجتماع وإذا جرى ما هي نتائجه وهل أنت كنت أحد المشاركين فيه يعني أولا المهم لأتوضيح بأنه بالذات لأننا نتحدث عن مخاطر العنف والجريمة وما يحدث بمجتمعنا بلا شك هذا يؤكد على أهمية يعني العمل المشترك وهذه المبادرة المباركة لرئيس لجنة يعني المتابعة لتجميع يعني الأحزاب المركبة للقائمة المشتركة العقيقة أنا شخصيا لم أشارك لأنني هنا يعني في أم الفحم مع أهلنا في موكب يعني الجنازة وفي التظاهرة الاحتجاجية يعني بحسب معلومات يعني الاجتماع جار وآمل أن نسمع يعني أيضا أخبار طيبة بالاتجاه الصحيح حسب ما يصل لك من معلومات هل هناك ممثلين من كل مركبات الكائمة المشتركة في الاجتماع أنا حسب ما أعرف الحقيقة نعم ولكن كما قلت أنا يعني الآن يعني في قضايا يعني مسيرة الآن يعني الدفن وبعد انتهاء الدفن يعني نريد أن نتابع يعني قضايا الشباب وهل هناك اعتقالات ولذلك لم أجد الوقت للحقيقة لفحص الموضوع يعني كل أمل فعلا أن تنجح هذه المبادرة وأن نعيد ترتيب أوراق القائمة المشتركة لنواجه يعني الآن التحديات الكبيرة أمامنا جميعا العنف والجريمة وهدم البيوت والميزانيات التي نحن بحاجة لها وشبابنا الذين بحاجة للتعليم والمسكن والتطور نحن هنا يعني لنمثل هذه القضايا لندافع عنها وأمل أن نتمكن فعلا من أن نرتب أوراق القائمة المشتركة بمعركة الانتخابات القريبة والمهمة جدا أيضا من أجل يعني الانتصار يعني نشاطنا واحتجاجنا ضد العنف والجريمة بقدر ما يتوفر لك من معلومات حول هذا الاجتماع هل لك أن تصف لنا كيف الأجواء فيه وباعتقادك هل ستنجح محاولة محمد باركي رئيس جنة المتابعة في رأب الصدع نعم يعني أعذرني لأنه ليس يعني ليس لدي معلومات فعلا حاليا عن هذا الاجتماع على الأقل من يشارك بعد الظهر يعني وأنا يعني مع عائلة يعني الفقيد هنا في أم الفهم ونتابع قضية يعني يعني الجثمان وهذا الاحتجاج الجماهيري الذي عبر عن يعني غضب أم الفهم وغضب مجتمعنا العربي وكما قلت أنا فعلا آمل على المستوى الشخصي ولكن أيضا على مستوى الجبهة أن تنجح مساعي رئيس لجنة المتابعة محمد باركي هذا مجهود مبارك وأعتقد أن يعني النقاشات الداخلية والتوترات الداخلية هي ليست سبب كاف لأن لا تكون قائمة مشتركة هذا الأمر ممكن نحن بحاجة لوحدتنا هذه الوحدة هي سلاح مهم في مواجهة تحديات شعبنا وجماهيرنا يعني هناك أيام تفصلنا عن موعد تقديم القوائم وأنا أريد أن أحافظ على تفاؤل أن تحديات شعبنا فعلا ستقود إلى إجماع على أهمية أن نخود معا بقائمة مشتركة توحد الصوت العربي وتوحد النضال وتوحد الكفاح الجماهيري في وجه السياسات حكومة يمينية متطرفة لا تريد لنا الخير بينما نحن نشتهد قدر الإمكان لحماية حقوقنا في وطن الأباء والأجداد دكتور يوسف جبارين أنت تعلم بأن هذا الاجتماع يهم المواطنين العرب جدا كانت لديك معلومات متى بدأ الاجتماع يعني من أجل أن نحسب كم من الوقت يعني مرة أخرى فعلا ليست لدي تفاصيل أنا يعني ممكن أن أكون معكم لاحقا أو غدا لنسمع التفاصيل أكثر ولكن كما قلت يعني أحداث يعني إم الفحم اليوم هذا الإضراب الهام والشامل في المدينة وهذا يعني موكب الجنازة الذي كان يعني بساعات المغرب فعلا يعني أظهر حجم الغضب وحجم الحزن وحجم يعني الاستعداد الجماهيري والشعبي للانطلاق والتصعيد في مواجهة هذا الفقدان للأمن الشخصي في بلداتنا السؤال الأخير كيف ترد على من يتهم القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة بأنها هي من فتحت الباب لبن يمين نتنياهو رئيس الحكومة من أجل أن يبحث عن الأصوات في البلدات العربية أو على الأقل منع المواطن العربي من التوجه إلى صندوق الانتخابات إلى صندوق الاقتراع في يوم الانتخابات يعني نحن نعرف من هو نتنياهو ونحن جربنا هذه ليست يعني سنة أولى له في الحكم نتنياهو لسنوات طويلة في الحكم رأينا التشريعات العنصرية بنا وبأساسها قانون القومية اليهودية العنصري والكولونيالي رأينا تحريضه طوال السنوات على المواطنين العرب وعلى القيادات العربية رأينا مشروعه لترانسفير سياسي لأهلنا في أم الفحم والمثلث بشكل عام رأينا صفقة القرن مع حليفه ترامب في الأوليات المتحدة أمام نتنياهو هذا شعبنا يعرف وسيعرف أن يقول كلمة واضحة حفاظا على الموقف الوطني وعلى دعم الصف الوطني وعلى دعم الوحدة الوطنية لا مكان لليمين ولا مكان لنتنياهو بين مجتمعنا ونحن نثق فعلا يعني بوعي شعبنا المجرب وبهوية وانتماء شعبنا لذلك يعني مراهنة نتنياهو على الصوت العربي صدقني هي يعني مثيرة للسخرية كيف لشرطته أن تفتك وأن يعني تقمع شبابنا وأن تعتقل شبابنا وأن تسمع بعناصر الإرجرام ثم يأتي ويطلب أصواتنا هذا يعني لا يقبله أي عقل سليم مهمتنا إسقاط نتنياهو وإسقاط طريقه اليميني وطريقه العنصري ونحن على ثقة أننا فعلا يعني بعمل مشترك نستطيع ذلك وأنا على ثقة بدعم أهلينا لأن وجودنا البرلماني هو جزء أساسي من احتجاجنا ومن مواجهتنا لسياسات الشرطة ولسياسات هذه الحكومة ثقة كبيرة بأهلنا ونحن نستطيع فعلا يعني قيادة هذا الاحتجاج والنضال الجماهيري لننتقل بشعبنا إلى شاطئ الأمان أمام من لا يريد الخير لنا شكرا جزيلا لك عدوى الكنيسة الدكتور يوسف جبارين كنت معنا في بث حام واشر من مدينة أم الفحم شكرا ونعود إلى ديفينا في المحام زكريا الغبارية والناشط الوطني والسياسي حسن الغفاري أستاذ المحام زكريا الغبارية كيف ترى إجابة الدكتور يوسف جبارين على مطلب استقالة عداء الكنيسة أنت طلبت ذلك يعني واكترحت هذا الموضوع هل أقنعك بإجابته للأسفل الشديد خطاب إحنا تعودنا عليه يوسف معروف إنسان نشيط وناشط ومتحرك ومتواجد بكل مناسبات كان أفراح ولا أطراح يوسف معروف فإحنا مجدد يوسف بشكل خاص وإنما نحكي بشكل عام عن المشترك للأسفل الشديد اللي حكيه يوسف ما جوابش على الأسئلة بالمرة بتاتا ومنهن ولكن هو كل وجودنا في البرلمان أو في الكنيسة هو آلية نضالية بنفس الوقت برحب برحب بخطوة بخطوة الدكتور صمير وإنها عساسا من أجل من أجل الضجيج ومن أجل الحصول على حقوق كلمة أخيرة توجهها لأعضاء الكنيسة من القائمة المشتركة كلمة أخيرة بس للمعلومة إلكوا أنه إحنا شباب إم الفحم على الأكل اللي بالمنطقة بنينا حوالما يقارب خمس جروبات وأتسأبل أنا موجود فيها إحنا رايحين ندخل الوعي لكل شبابنا بعدم التصويت لحزب نتنياهو وأيضا الامتناء عن التصويت للمشتركة بارك الله أستاذ حسن غفاري بإجازة يعني كيف ترد على ما سمعتهم من الدكتور يوسف جبرين وعلى هذه المبادرة إلى المقاطعة المزبوط أنا أثني على ما قاله النائب يوسف جبرين بحيي بحيي وقفته مع أهلين بهاي الأوقات الصعبة ونضاله بشكل عام نضال زملائه في القائمة المشتركة الخمستاش ما حدا منهم بيقصر المطلوب مزيد من التنسيق المطلوب وأنا تتوقع يخرج الدخانة أبيض من منزل المقبرة والقائمة المشتركة أنا أحذر بإسمي وبإسم ناس الكثير اللي بوافقوا على رأيه أنا أحذر المجتمعين في دار الأخ محمد بركي إذا ما طلعش الدخان الأبيض راح يشوفوا منا إشي ما ما توقعوا هو هوا مقاطعة لا راحين راحين اللي بساهم في توتير الأجواء أو بالتحايل على شركاءه أو بالتآمر على شركاءه بحكي يما بساط طبعا شو بدأ روحنا شكرا جزيلا لكم المحامي والناشط الاجتماعي زكريا غبارية والناشط الوطني والسياسي حسن الغفاري أتيتوا من مدينة من مدينة أم الفحم شكرا على حسن وضيح الجلسة عندي محمد باركي من أجل المواقع يعني الاختلاف على المواقع مش على أساس الموضوع العنف نعم سنتابع بس مش موضوع العنف يعني بس الجمعتين هذول نعم الجملة أخيرة الجمعتين هذول بطبيعة الحال جمعتين تعاد تركيب قوائد مرشحين ومبارح كان في مؤتمر للتجمع لا وياس فقط على ترتيب مبارح كان في مؤتمر للتجمع صحيح رائع جدا أدخل حياة جديدة وانتعاش وتجديد كلهم اجداد شكرا أرجزينا لكم الوقت يدهمنا المشاهدون والمشاهدات الأعزائي إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا اليوم يمكنكم أن تتابعوا كل الأخبار والمستجدات على مدار الساعة عبر موكب بنت وتطبيق بنت حملوا الآن التطبيق وحصلوا على كل الأخبار العاجلة على هواتفكم بشكل فوري شكرا لكم على حسن المتابع ولكم مني ومن طاقم البرنامج أطيب المنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر